مرحبا، شكرا ان تابعتكم في TechMission اليوم لأول مرة على القناة سنعرفكم على كاميرا من فوجي فيلم فوجي فيلم XS10 وكمان هذه أول مرة كاميرا من فوجي فيلم تأتي بهالتصميم الذي يعرف الكاميرات العصرية عديمة المرآة من الشركات الأخرى بدل التصميم الكلاسيكي المعروف عن فوجي فيلم وكمان وكمان هذه الكاميرا مرشحة بقوة لتكون واحدة من أفضل خيارات للمبتدئين الحقيقة تجربة جميلة كانت إلي مع أول كاميرا بمسكها من فوجي فيلم تابعونا مثل ما بتعرفوا فوجي فيلم تعمل الكاميرات بنفس الطريقة التي تعمل فيها باقي الشركات أول شيء من ناحية الشكل الخارجي فوجي فيلم تشتهر بالحفاظ على الشكل التقليدي القديم للكاميرات معدالة متخصص لكل واحدة من إعدادات الكاميرا الثلاثة ودائما الكاميرا بتكون بحجم صغير هذه الكاميرا صحيحة بحجم صغير بس التصميم تبعها ما قعد الكلاسيكي القديم صار أقرب لتصاميم سوني وكانون ونيكون ومن حيث المواصفات فوجي فيلم عم تحاول أن تقدم كثير أشياء بكاميرا بسعر حوالي ألف دولار فقط يعني عم تحاول تقدم شيء مغري للناس اللي جايين من بره للنظام تبع فوجي فيلم جايين من سوني أو نيكون أو كانون أو غير من الشركات من حيث التقنيات فوجي فيلم أساسا عنده كاميرات كروبت سنسر APS-C ممتازة بسلسلة XT مثلاً بتقدم أعلى المواصفات بكاميرات كروبت سنسر ببعض هالكاميرات هاي بس ما عنده كاميرات فول فريم هي نطق مباشرة من الAPS-C إلى الميديوم فورمات يعني على سنسر أكبر من سنسر الفول فريم هيك عم تحاول فوجي فيلم تعمل لحلقات مستقل ما تتنافس فيه بشكل مباشر مع باقي الشركات مثل سوني ونيكون وكانون وغيرهم رح نتركوا ميديوم فورمات اليوم تاني لأن اتفقت مع فوجي فيلم أنه نعمل ريفيو معتبر لوحدة من أهم كاميرات الميديوم فورمات اللي عنده فانتظروا هداك الريفيو أما اليوم فخلنا مركزين على الAPS-C بعالم الكروب سنسر فوجي فيلم بتقدم مواصفات كتير عالية بكاميرات مثل X-T4 اللي كمان سعره بيكون عالي وعنده كمان كاميرات للممتدئين مثل X-T200 مثلاً وشي بالنصف مثل X-T30 كلهم من دون استثناء عندهم نفس المبادئ تبع التصميم الدايلات الكلاسيكية والجسم الصغير اللي حكينا عنه أما الكاميرا اللي معنا هون X-S10 فهي مختلفة تماما بالمواصفات ومختلفة تماما بالتصميم بالمواصفات في عنا كاميرا فيها مانع اهتزاز وهي أول مرة بكاميرا ما نمنى الفئة السعرية الأعلى من لقيها الميزة من فوجي فيلم كمان في عنا تصوير بطيء 240 إطار بالثاني يعني تصوير بطيء جدا بالFull HD بال1080 كمان في عنا نظام Autofocus اللي منشوفه بالكاميرات الأعلى من فوجي فيلم والسنسر 16 ميجا بيكسل X-Trans CMOS 4 اللي كمان بالعادة منشوفه عند الكاميرات الأعلى بالفئة السعرين باختصار في عنا مزايا كاميرات عالية المستوى بتصميم جديد تماما وسعر أقل من أي كاميرا تانية بنفس المواصفات هون عم نحكي عن كاميرا بسعر حوالي 1000 دولار مع مانع اهتزاز 240 إطار بالثاني بالFull HD وسنسر ممتاز وفوكس سيستم كتير جيد لحتى قانونكم ياها شوي هي تقريبا بنفس سعر XT-30 من فوجي فيلم وقريبة كتير من سعر السوني A6400 اللي أساسا ما فيها مانع اهتزاز أغلب شوي كمان من السوني A6100 اللي هي أرخص واحدة بالAPSC عن سوني بالتصميم الخارجي الكاميرا مصنوعة من خلائة الماجنيزيوم تعطي إحساس بالفخامة والقوة سوا مانع محمية ضد المي ولا ضد عامل طقس طبعا الوزن 415 جران تقريبا من دون أي إكس سوارات ولا بطارية الجريب معقول جدا وحمل الكاميرا مريح بنسبة كبيرة الفيوفايندر 2.36 مليون نقطة جيد جدا بس ما عنده نسبة تكبير عالية تغطيته كامل للسنسر الشاشة 360 درجة بقياس 3 إنش الدقة جيدة عند 1.04 مليون نقطة وما عندي اعتراضات عليها الشاشة لمس من استخدامها للفوكس مثلا وشوي التعديلات على إعدادات أداء الشاشة باللمس جيد جدا بالنسبة للوظائف الخارجية في عنا اختلاف جذري عن باقي كاميرات فوجي فيلم وتصميم أقرب لكاميرات الشركات الثانية دعونا نشوف المزايا هون منفتح الفلاش الفلاش بالمناسبة ممتاز بالأداء وفاجأني ومع أني دائما بنصح أنه محد يستخدم فلاش الكاميرا الداخلي هذا ممكن جدا أن يستخدمه من دون تردد عند الحاجة هذا الدايل بيغير الفيلم سيميوليشن أو المشاهد السينمائية تبع فوجي فيلم رح لحكي عنا بعد شوي في عنا دايلين أمامي وخلفي بيشتغلوا على حسب المودي اللي نحن فيه هون في عنا مود دايل بيغير بين أنماط التصوير وهو تقليدي مو متلما تعودين من فوجي فيلم زر الايسون من الأعلى وحبيت فكرته جنبه في عنا زر كيو هاي القائمة المختصرة ما بعرف ليش ما محطوط من ورا متل باقي الكاميرات أنا بظل بفكره أنه زر قابل للتخصيص وبظل إكسب الغلط زر الفيديو بالأعلى بس صغير شوي وما مريح وعنا الشتر وزر التشغيل الشتر مريح نسبيا بس لازم ينكبس كتير ليوصل للنص بتحس حالك كبست كبسة كاملة ولل كبسة الكاملة في عندك كمان مسافة بالخلفية الشاشة وفي عنا جويستيك وكتير حبيت هذا الشي عنا زر قائمة وأوكي وزر عرض ورجوع وهو في عنا زر الدرايف مود اللي نفسه زر الحذف وزر عرض الصور بالجانب الأيسر في عنا المنافذ تصميمه كتير كتير حلو عنا المايكروفون مستقل لوحده بالأعلى منشان ما يأثر على دوران الشاشة تحته مباشرة في عنا باب لما منفتحه منشوف اليو اس بي سي اللي بتنشحن منه الكاميرا أيضا واللي كمان فينا نحط فيه سماعات يو اس بي سي او سماعات عادية مع الأداب تربيجي مع الكاميرا وفي عنا أيضا المايكرو اتش دي ام اي من الأسفل البطارية والميموري كارد وهو محل مانو كتير مريح للميموري كارد طبعا بس غالبية كاميرات هالفئة بتحطة بنفس المكان بالتصميم الخارجي بعطي الكاميرا 8 من 10 خسامة نقطتين واحدة على غياب الحماية للعوامل الطقس والتانية على ظغر الأزرار تفضل الأزرار الأكبر بشوي منيجي على نظام الأوتوفوكس عنا 425 نقطة أوتوفوكس مع فايز ديتكشن الأوتوفوكس سريع ودقيق لدرجة كبيرة ومريح بالاستخدام بس بالتصميم في عنا شي نايس أنا دائما لازم اختار منطقة الأوتوفوكس وحركة يدوية من الجويستيك ما لقيت في عندي خيار أن يخليها تستخدم كامل نقاط الفوكس أو كامل منطقة وتعتمد على حالة بأنها تختار منطقة الفوكس اللي رح تركز عليها مثل ما نشوفي كاميرات تانية مثل سوني أو نيكون أو كانا لازم أنا دائما حدد منطقة الأوتوفوكس وضل حركة طبعا هي بغض النظر على منطقة الفوكس إذا شافت عين بشرية أو وش بشرية رح تلقطون وكمان في عنا نمط متابع تراكينج باستخدام زر الـ AF ON وفعل لحد كبير بس ما زال بدي نمط يخلي الكاميرا تحدد لوحدة كيف رح تعمل الفوكس ووين رح تعمل الفوكس لأما خبرت بكاميرات تانية بـ 90% من الحالات هذا الشيء بيكفي بيوفي وما بطر الدخل يدويا بالفوكس بالفيديو التركيز التلقائي جيد جدا بس بعيد عن المنافسة مع سوني على سبيل المثال ما في عنا متابعة جدية للوجه أثناء الفيديو وما في نعتمد على الكاميرا من دون تدخل المصور أو على الأقل مراقبة المصور بشكل مستمر مع ذلك بعطي الأوتوفوكس تقييم كتير عالي هو ما بيعذب أبدا نتائجه ممتازة بالصور وجيدة جدا بالفيديو وشوفوا التجارب بالفيديو في عنا جودة فيديو جميلة جدا بالـ 4K ولحدة ثلاثين إطار بالثانية مو أكتر مثل باقي الكاميرات بيهرفي أسانية الشيء الحلو أنه في عنا خيارات بين الـ 4K والـ 1080 مثل DCI والـ Ultra HD هون بتختلف الدقة والتناسب مثل ما كون شايفين كمان في عنا خيار DCI بدقة 2K بيعطينا 60 إطار بالثانية وهو حلو جدا لو نكون بدنا نصور تصوير بطيء عند 1080 بتحلل الأصص أكتر وأكتر في عنا لحد 240 إطار بالثانية تصوير بطيء جدا جميل ودقة عالية لكن من دون تسجيل صوت الكاميرا كمان بتدعم F-Log للي بيحبوا التلوين وبيحبوا يزيد الـ Dynamic Range بالصور الضوئية في عنا لحد 8 إطارات بالثانية مع الشتر الميكانيكي أو 20 بالإلكتروني ولحد 30 مع النمط اللي يسمونه نمط رياضي بس على حساب الدقة وحجم الصورة بس نقطة الضعف الرئيسية والكتير مهمة بها المعادلة هو البوفر ما حسبت الوقت الدقيق وإنما الكاميرا ما بتصور كتير أكتر من ثانية واحدة حتى لو صورنا جي بيك بس من دون رو وهي نقطة الضعف جدية بقدرات على تصوير الحياة البرية والرياضات لأنه البوفر بيتعبى وهي بتوقف لأنه ما بقى قدران يتاخد صور لأنه ما بقى قدران يتخزنه لهدول الصور بالسرعة اللازمة منجي على موضوع جودة الصورة مثل ما قلنا عنا معالج X-Trans يعني مو معالج مع فلتر باير اللي متعودين عليه بالشركات الثانية في عنا دقة عالية مع 16 ميجا بيكسل وحجم صورة عالي بالنسبة للدينامي كرينج أو المدى الديناميكي بقدر قول أنه في عنا أداء جيد جدا هاي الصورة مثلا صورتها مع تعطيم مقصود بالنسبة الثلاث درجات وقت برفع الإضاءة بلايت روم بلاقي في نسبة لا بأس فيه من النويز لكن مع الحفاظ على الألوان والتباين بشكل لا بأس فيه مثل ما كون شايفين هون بالكلور تشكر في بس أعلى درجات الرمادي مع الأسود ما بيناتهم تباين واضح بس باقي الألوان والدرجات في عنا تباين لا بأس فيه أبدا لقارن هذا الشي مع كاميرات أخرى من نفس الفئة هاي الصورة من كاميرا سوني A6600 بنفس الظروف والإعدادات لما بنرفع الإضاءة قليلا منشوف أنه التباين بين أعلى درجات الرمادي والأسود أفضل من اللي شفناه عند الفوجي فيلم وفينا نستنتج من هذا الشي أنه المدى الديناميكي أفضل نيكون زي 50 أيضا بنفس الظروف بس فتحة عدسة أدياء للأسف ما عندي أفضل من ال F4 بالنسبة لهي الكاميرا بالتالي في عنا ISO أعلى بمنح ونويز أعلى ومع ذلك التباين بين الرمادي الأعلى والأسود لازل جيد جداً ويقدر أقول أنه أفضل بشوي صغيرة من الفوجي فيه بس أنا ما عمقول طبعاً أنه في عنا مدى الديناميكي سيئ على العكس تماماً على أرض الواقع في عنا نتائج جيدة جداً بهي الصورة على سبيل المثال فينا نشوف الظل الأوي جوات المطعم رح نرفع الشادز شوي منلاقي أنه فيه حفظ ممتاز للتفاصيل الداخلي للمطعم ممتاز جداً بالحقيقة هون كمان في عنا صورة فيها تباعد بالإضاءة خطة بالسيف تحت المبنى هون في عناعات ممنيح بس عنا حفظ جيد جداً للتفاصيل متل ما كون شايفين بالمختصر المدى الديناميكي جيد جداً بالاستخدام العام وجيد بالمقارن مع الكاميرات المنافسة وللعدالة أنا ما جربت نمط DR200 أو DR400 اللي بيساعده بتعديل المدى الديناميكي واللي أكيد رح يطوله نتائج أفضل بالنسبة للـ ISO في عنا 160 إلى 12800 وفي عنا قيمة عليا هي 25600 لحد 6400 بعتقد أنه جيد التحمل مع ضرورة تصحيح بعد التصوير عموماً ما بنصح بالاعتماد على هذه الكاميرا بالإضاءة المنخفضة بشكل جدي وطالما نحن بلايت روم دعنا نشوف الدقة هون صورة أخدتها عن بعد لأبراج المرينة هون في عنا تكبير 100% ومتل ما شايفين ما في عنا أي شيء سلبي بالنسبة للدقة عنا تفاصيل جميلة جداً بالمبنى عند 200% في عنا دقنة بيكسليشن كتير صغيرة ومفهومة جداً عند هذا المستوى من التكبير بالمختصر الدقة رائعة وما في أي شيء سلبي أبداً نقطة قوة فوجي فيلم الأساسية هي الألوان لما بنصور جيباغ الكاميرا بتعطينا نتائج كتير حلوة وبكتير أحيان ما بتحتاج تصحيح بعد التصوير بشكل جدي نهائياً بالفيديو في عنا الأنماط السينمائية ومحاكات الأفلام اللي حكيت لكم عنا بالبداية هي عبارة عن خيارات تصوير بأنماط لونية معينة انتبهوا هي ما بيكتشر بروفايلز هاي فلاتر إلى حد ما بتغير النمط اللوني بس ما بتأثر أبداً على مدى الديناميكي أو على قيم ISO المعتمدة جميلة جداً للي بيحب يصور ويشارك مباشرة على السوشال ميديا بالخلاصة كاميرا ممتازة بالفعل وهي واحدة من أفضل كاميرات المبتدئين على الإطلاق واعتقد أنها أيضاً ممتازة ككاميرا تانية للمحترفين لحد كبير مزايا المتعددة سعر مناسب تماماً توفر عدسات جيد جداً من بيئة فوجي فيلم وكاميرا استمتعت جداً بتجريبة وبدراستة وبتحضير هالفيديو عنا شكراً تابعتكم هالفيديو اللي إن شاء الله كان مفيد بالنسبة لكم ما تنسوش تركوا بالقناة وتابعوني على إنستجرام وأنا بشوفكم بالفيديو القادم اشتركوا في القناة